السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. نتمنى نلقاكم بصحة وعافية. يوم شاء الله غندر مع بعضنا باقيت او باريزيان اه باقيت في الميزون باريزيان في البيت. غنحتاجوا لي واحد عشرة اجرام ديل خاميرة حبيبات. واحد ثمانية اجرام ديل الملح. واحد خمسمائة اجرام ديل دقيق فوس. او الدقيق الابيض نوعية ممتازة. وغنحتاجوا الماء. ارشوف معي الكمية اللي غنستعمل ديل الماء. اول شي اغنبدا بيهو هنضيف خاميرة حبيبات في صلاة دياغ ديالي او صحن العمل. وغط نضيف عليها الماء دافئ. نضيف عليها وتقرب نحو الكأس الاب و بعد الماء دافئ ديال العنبي. كنت لكم اضيفوا الكأس كامل. مهم انه نخذو بيه غير عبايا للكأس العنبي. ديال الماء. ديال الماء. باستعملوا في ال 500 كمات دقيق. وغادينا هذه الخاميرة حبيبات. نضيف لها الماء. ونحبكها نضيف 10 دقائق على جنب نضيف 10 دقائق بالضبط على جنب حتى تأتي المفعول يعني تنساجم الدوب مزيلا بعدها نضيف مباشرة نخلطه مع الملح 8 قمام الملح جيدا ونضيف الدقيق فوق من ذاك الخاميره ونبدأ نخلط العجين نضيف ذاك 4 كأس البقالية ونضيف كأس آخر 500 دقائق أخذت معي جوجكيسان العنباء غير مملؤين الماء دافئ ونضيف جيدا تنساجم العجين كاملة ونضيف الماء قليلا حتى تنساجم العجين وتعطيكم القوام اللي سيكون لين جدا بعد ما نكمله نضيف مباشرة نضيف العجين سنضيف فيلم أليمونتر غطيها بمنديل غطيها بأي حاجة جيدة لتدفع نضيف المنديل ونغطيها من فوق ونضيفها على جنب لكي تختمر إن شاء الله رب العالمين الاختمار من ساعة 3 ونص تأخذ من ساعة 3 ونص درجة حارة المطبخ بالنسبة لك أنت مزروبة شعلي الفران فيه ودفع فيه وطافي أو لا ودخلي الفران ودخلي معها العجين ودخليه يعطي البخار العجين وتختمر لك بسرعة لما تشعلي الفران نهائيا ومشوش طرق يمكنك استعماله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تختمر ان شاء الله اختمرت جيدا سوف نقفزها بدقيق الفرص أو بدقيق النوع الذي أريده ويمكنكم هذه الطريقة العجين استعماله فيها بدقيق النوع بدقيق الأبيض لكي نجدها بحال باريزيا من المخبازات أو أحسن أكيد كما قلت فقط نقطعها ثلاثة أقصام ثلاثة أقصام ثلاثة أقصام ثلاثة ديال باريزيانات يمكنك ان تقطعها على 4 او باريزيان ستقطعها على 6 أو 7 القيطع سوف نقطع العجين لينة وخامرة سوف نصبح العجين بجوجة اللي دين لطريقة الموضحة لكي نحصل على باريزيان أو باقيت لا نقرس يعني لا نقرس لكي نقرس الخبز لكي نقرس لكي نقرس لكي نقرس لكي نقرس لكي نقرس ثلاثة أقصام لكي نقرس ثلاثة أقصام ثلاثة أقصام لكي نقدر سوف نقرس لكي نقرس لكي نحصل لكي نضاق لكي نقرس وننقر ليسوه شباش حسنا في الباريزيان من نيطيب يجي مفتوح من الفوق قطعوه ما تخافوش من العجين غير قطعوه ما تخافوش منه وكيف قطعوه احنا ما كنعودوش نخمره وكيف يخمر مرة واحدة هي المرة الاولى وهذا الباكت دون اضافات دون سكر دون محسين غدائي دون زيت دون اي شيء فقط ملح ودقيق وخاميره يعني مكونات بسيطة جدا وما فيهت اشي حاجة اللي هي غدي تدار نصيحها هدي ندخل مباشرة الباكت للفرن الحرابة لا نقصها ستبقى نفس الحرابة لاني عندي الماء الذي سيعطيني البوخار لا يجعل اليد باريزيان تحرق وما يطيبش بالعكس يطيب على المهل يأخذ معي تقريبا في الفرن يأخذ معي من 30 حتى 40 دقيقة يطيب على مهل مهله نطلع على 20 دقيقة نطلع على الباكت نطلع الفوق نطلع على الحمر لانه يكون طعب جيدا البوخار يساعد لكم لحرابة تبقى زوينة في الفرن إذا لم تريدون الماء سوف نطلع على الباكت نقص الفرن نزل الحرابة نطلع على المياه 80 دقيقة نطلع الخبز ولكن نضمن لكم القرمشة ونضمن لكم الخبز جيد بالطريقة البوخار نطلع فيها الخبز بالكرام فراش نطلع لكم في صندوق الوصف مهم بعد ما يطيب الباكتة نقدم لكم بالصحة والعفية مقرمش كروسيون لذيذ ورائع مهم الخبز في الضعر لا تحتاجوا للمخبز كان شكركم على حسن التتابع كانت من الفيديو لما يكون فادكم لا استفدتم انه خليوا لي في التعليق لا حبيتون نشارك معكم مزيد من طرق اعداد الخبز والمعجنات خليوا لي كذلك في التعليق كان حبكم في الله دعموا الفيديو باللايك وشاركوا مع الأحباب والأصدقاء شكركم مرة أخرى تحياتي ومع السلامة إلى اللقاء وحبكم في الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة